استشهد 27 فلسطينياً في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة هذا ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مناطق وسعة في شمال وجنوب قطاع غزة اتذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي في توغله بمدينة جينين ومخيمها شمال الضفة الغربية ساعة وستون يوماً من عدوان وحشي إسرائيلي على قطاع غزة لم يفرق فيه الاحتلال بين أطفال ونساء وشيوخ عزل قصف عشوائي على منازل المدنيين بلا سبب سوى الانتقام الجماعي فجراً وفي ساعات معدودات استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكسفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة وجنوبه وتحديداً على مدينتي خان يونس ورفح مما أصفر عن استشهاد سبعة وعشرين مواطناً في قصف لمنزلين لعائلتين في رفح وإلى جانب الغارات قصفت مدفعية الاحتلال بلدة جبلية في شمال القطاع بالإضافة إلى أحياء شرق مدينة غزة بالنسبة لخطط الاحتلال الإسرائيلي فإن أهدافها تتخطى حدود غزة ازتسعى إسرائيل إلى القضاء على المقاومة في الضفة أيضاً فاقتحمت ودهمت وقتلت الفلسطينيين في جنين مع تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلاً في المخيم كما اقتحم جنوده عدداً من مساجد المخيم واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء في خطوة استفزازية وبالتزامن مع قصف بمسيرات استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين دهمت قوات الاحتلال منازل عدة في الحي وفتشتها وعبست بمحتوياتها مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز المسي للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال اليومين الماضيين في جنين وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تحقيق ميداني المساعي الإسرائيلية لاستهداف الفلسطينيين لا تقتصر على قطاع غزة فقط ولكن تتجسد بشكل فاضح في الضفة الغربية أيضا استهداف تجسد في استخدام الاحتلال الإسرائيلي جميع أدواته العسكرية باستثناء القصف الجوي والغارات مثل ما يفعل في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر